السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذه المحاضرة التمنوية سأتكلم عن الهايبرتنشن. الهايبرتنشن يعتبر من اهم الموضوعات اللي ممكن اي حد طالب في قولة الطب او خريج يتساءل فيها طبعا. لان ما فيش بيت يخلو من مريض او اكتر من الهايبرتنشن. يعني ممكن واحد يبقى والده اي حد تعب او عنده هايبرتنشن. فالموضوع جدا. اي حدث الكثير من الموضوعات اللي انا معظم المحاضرة منها طبعا انا اخد معظم المحاضرة طبعا من الهايبرتنشن. هو ديتاتا للمعادلة الامريكية. او اسم لي بيوجد موضوعات. طيب اهه في حتة برضو مهمة عايز اتكلم فيها احنا ليه اساسا بنتعلم الهايبرتنشن. ليه بندرس الهايبرتنشن. زي ما قلت ان معظم البيوت دلوقتي بغا فيه بيشنت وان وار مور عنده هايبرتنشن. بالضافة ان الهايبرتنشن يعتبر تريتابل ديزيز يعني بمجرد ما المريد بياخد العلاج بيخف مش محتاج اي انترفنشن وياخد تريتمنت وخلاص وبالتالي لما المريد بيتعالج بيحصل له امبروفمنت لكواليتي اوف لايف حياته بتتحسن وبنمنع الكومبليكيشن يعني لو في اي كومبليكيشن متوقع تحصل بنوقفها طبعا بنقلل بنقلل حدوث الرينال برو بليمز بنقلل حدوث الامة اي والهارت برو بليمز اي برو بليمز واتفر يعني فبالتالي لما بنعمل كنترول البروت بريشر دوت بيفيد العيان فيما بعد النقطة التانية اللي هتكلم عنها الميجرمنت بتاع الهيبرتنشن طبعا مفروض اي حد طالب في كلية الطب عرفي ان النورمال بلد بريشر عندنا مفروض يكون ليس زان مية وعشرين وللز زان تمانين 120 صيستول وتمانين دياستول الخ 잘� Four A a ill血 يبدو ليس زان مية تسع وعشرين وأقل من تمانين ضياستول الخ يبقى يعقل منية سع وعشرين مية تسع وعشرين ساستول الخ اعقل من تمانين ضياستول الخ Stage 1 Hypertension السيستوليك يبقى من 130 إلى 139 والدياستوليك من 80 إلى 89 و Stage 2 Hypertension يبقى 140 فما فوق 90 فما فوق يبقى 140 سيستوليك 90 داستوليك بعد كده هنتكلم عن الhypertensive crisis ودوه يبقى أكتر من 180 سيستوليك وأكتر من 120 داستوليك القراءات ديت قد يختلف حد معي بس هي الحاجات ديت هي الموجودة في اليوورلد بتاع المعدة أمريكية حاجات ديت أي حد في أمريكا بيمتحن عليها I don't think إن فيه change حاليا بس هو ده يعتبر أحدث guideline نزل في موضوع الhypertension إن النورمة المفوضة بأجل من 120 سيستول وأجل من 80 داستول والfirst stage من 130 قبل كده كان 140 لكن هو حاليا first stage hypertension من 130 طبعا عشان أشخص الhypertension مش بمجرد مثلا ما بقيس الضغط لأي عيام خلاص يبا كده هو hypertension لا لازم أقيس مرة واثنين وتلاتة في أوقات مختلفة عشان أقول له you are a hypertensive patient مش أي حد هقول له أنت عندك hypertension لا طبعا لازم بقيس أكتر من مرة على أزمينة متفاوتة يعني مثلا هايسته النهاردة أسيبيوم أي استنيوم وهكذا فبالتالي حد ما هتأكد أن الضغط أكتر من 140 سيستول وأكتر من 90 داستول عشان أبدأ الميديكال تريتمينت لأنه أنا عندي stage 1 hypertension من 130 إلى 139 ديت مش باتدخل بميديكال تريتمينت عادة ممكن اللايفستايل بتحسن الموضوع هتكلم عن كل الكلام دا بالتفصيل فيما بعد لكن اللي عايز أوصله حاليا أن أكتر من 140 سيستول وأكتر من 90 داستول وإياس الضغط في أكتر من مرة والقراءات ثابتة على هذا النحو ساعتها أن أقول له أنت عندك hyper tension في حالة واحدة بس بشخصها من قراءة واحدة وهي الحالة اللي هو عنده hyper tension urgency أو emergency سي مثلا في عيان داخلي العيادة بقس له الضغط لقيته ضغط مثلا 200 على 130 خلاص دوت hyper tension جست من أول قراءة مش محتاج لنا عيد له القراءة التاني لأنه بمجرد العيان بيعدل 180 سيستول بيعدل 120 داستول مش محتاج لنا يقس له أكتر من مرة بعد كده هتكلم عن أن المعظم البيشنت بيديسكبرد accidentally طبيعي عيان رح يكشف مسالك بولية عيان رح يكشف أي حاجة ومرة واحدة كده بقس له الضغط لأنه يدغطه عالي الضغط أساسا مرض silent لا يوجد أعلاد معظم البيشنت لا يشتكي بأي حاجة ولا يصدع ولا بأي حاجة خالص لذلك يسمونه silent killer بعض الحاجات تكتشف عند الكمبليكيشن لما بيوصل لمرحلة الكمبليكيشن ببدأ الإعلاج بتاع الضغط عيان مش بيحسس بأي حاجة الطيبز بتاع الهايبرتنشن أنا عندي نوعين essential hypertension اللي هو primary hypertension وال secondary hypertension اللي هو وراء سبب عادة essential hypertension بيمثل 90% من population وال secondary hypertension بيمثل حوالي 10% من population الس secondary hypertension عادة بيحصل في ال young age يعني لما بتشوف عيان عنده 10 سنين عنده 20 سنة ولقيت ضغطه عالي you have to think about secondary cause لكن essential عادة ملوش أسباب وحتى في نظريات موضوع الموضوع يقولك ايه اه ده بيحصل activation ال renal angiotensin aldosterone system ال renal بيزيد في العيانين دول وهكذا لكن ما فيش تأكيد للموضوع دوت في ال patient دول فبالتالي هو لكن معروف السبب سبب ومسلا اسباب كتير هنتكلم عنها فيما بعد دلوقتي لكن مبدئيا خليك عارف ان هو اللي ماسك معظم وبيحصل في السن الكبير بيحصل في السن الصغير لازم تبقى عارف ان لما بتشوف عيان صغير في السن وعنده ضغط عالي you have to think about secondary cause you have to check about secondary cause عايزين نتكلم دولة عن secondary hypertension ولما بتشوف عيان صغير عنده ضغط عالي بتعمل ايه بالزبط طيب هو بيقول لك يعني تبقى الابروتش اللي موجود عندنا في ال يوورل بيقول لك ان اقل من 20 سنة اقل من 20 سنة you have to think about حاكتين ال corarchitection بتاع الاورطة وال renal baring disease corarchitection بتاع الاورطة عادة العيان بيتويلد بيبقى في ديج في descending اورطة دوت بيرفع الضغط في upper extremities اه وبنكتشفه عن طريق لما نعمل ايه للعيان نكتشف ان في corarchitection الاورطة renal baring disease زي glomerulophytes طبعا glomerulophytes انوح كتير زي مثلا streptococcal glomerulophytes وعندنا rapidly progressive glomerulophytes و other types glomerulophytes كل nephritic syndrome بيبقى معها hypertension والحاجات دي ممكن تحصل في سن اقل من 20 سنة بعد كده من 21 لسن 39 سنة بيحصل حاجة زي مثلا hypercyrdism او hypercyrdism كل ده بيبقى associated مع hypertension طبعا الhypercyrdism اللي بيبقى معها hypertension بيبقى معها حاجة اسمها isolated systolic hypercyrdism ودوت معناها ان systolic بيرفع لكن diastolic بيبقى مصبوط وسبب الhypercyrdism في العينين دول ان هما عندهم hypercyrdism ان عندك hypercyrdism بيحصل فيها زيادة في heart beat زيادة heart beat بتؤدي الى زيادة cardiac output زيادة cardiac output تؤدي الى رفع الضغط لكن hypercyrdism برضو بيرفع الضغط وتدوت بسبب ان الhypercyrdism معاه hypercyrdism زيادة او بتاعه بيبقى ودوت يؤدي الى رفع الضغط طبعا كمان renal arthrosthenosis وفي حالة مشهورة اسمها fibromuscular dysplasia وده عبارة عن renal arthrosthenosis بيحصل في الـ young age تطلب مسلا جاعد في العيادة عادي ندخل لك واحدة مسلا عندها 25 سنة تقول لك يا دكتور انا ضغطي عالي او انت مسلا بتقسلها الضغط بالصدفة كده تلاقي ضغطها عالي مسلا لما بتعمل لها شوية فحوصات زي renin هرمون عالي والألوستيرون وتلاقي renin عالي بتعمل لها الترساوند تلاقي ان في renal arthrosthenosis بالفيزيكال اجزام موقع تلاقي في مثلا حال زي abdomenor بروي وتفر يعني حاجة دي تشخصت ان عندها fibromuscular dysplasia ودوت بيرفع الضغط في سن من 21 إلى 39 سنة كمان renal barenk مالدازيز زي glomerulofritis وتكرمنا عنها قبل كده وقلت لك ان glomerulofritis لها انواع زي rapid lipocrysif glomerulofritis أو bostococcal glomerulofritis دول برضو بيحصل معهم نفريتيك سندروم وده بيرفع الضغط من سن 40 ل 64 من سن 40 ل 64 ده بيحصل حاجة زي hyper aldosteronism وده عندنا مرض مشهور اسم koonze disease بيحصل فيها secretion عالي لل aldosterone وده يؤدي ان aldosterone طبعا بيعمل vasoconistriction لل ephrit arterioles طال كدني وده يؤدي الى رفع الضغط وكذلك aldosterone يؤدي الى retention للصوديم و execration للبوتاسيوم في الحالة ديت بيكون عندنا hypertension وكذلك hyper syriodism والhybo syriodism ببعاهم hypertension وتكلمنا عنهم قبل كده وقلنا ان الاسباب obstructive sleep apnea لان obstructive sleep apnea طبعا تؤدي الى hypoxia عثناء النوم بالليل ودوت يرفع الضغط برضو نفس الفكرة كذلك الناس اللي اكبر من 64 سنة بيحصل عندهم حاجة اسمها acerosclerotic renal artery disease ده بيحصل بسبب ان في احصل acerosclerosis renal arteries اي acerosclerosis يؤدي الى ضيق في الشريان اللي هو الدم اللي رايح للكرية وده يؤدي الى رفع الضغط وزياد الرين وكذلك chronic kidney disease والrenal failure كل ده ممكن يرفع الضغط بعض الناس ولكن هو موضوع rare شوية بيحصل لهم حاجة اسمها phyocromocythoma دوت عبارة عن ورم بيحصل في الادرين المضالة الورم دوت يؤدي الى زيادة افراز الكاتيكولامينز زي ابنيفرين والنور ابنيفرين ودوت يؤدي الى رفع الضغط برضه وكذلك بعض العيانين بياخدوا cortocosteroides دوت بيرفع الضغط نفس الفكرة والاستيرويد يرفع الضغط وكذلك الكوشنج برضه يرفع الضغط او يحصل مع hypertension لان cortocosteroides ببليء mineral وكورتوكويد افكت اساسا فكل هذا يرفع الضغط الـ OCP برضه حبوب من الحاملة بتاخدها السيادات بتساعد برضه في رفع الضغط بعد ما نخلص كل دوت نبدأ نعمل طبعا الفيو كروموسيتومة بتؤدي الى رفع الضغط عن طريق الـ adrenal medallar tumor في نفس الكلام قلنا ان الفيو كروموسيتومة بتزود الكورتيكوستيرويد بتزود الكاتيكولامينز الفيو كروموسيتومة فهزياد الكاتيكولامينز طبعا تؤدي الى ارتفاع الضغط الدراجز زي الكورتيكوستيرويد والاوسبيز كل دوت طبعا يؤدي الى ارتفاع الضغط عن طريق والكوشنج دزيز يؤدي الى ارتفاع الضغط كل دي اسباب ساكن في ذلك يجب ان تعمل الاكس اكس 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 قوز قبل ما تشخص البيشنط وتقول انت عندك هايبرتينش طبعا احنا محتاجين نعمل انفستيجيشن تو اتش قوز يعني بمعنى صح لو كان مثلا البيشنط عندك هايبرسيوديس بتعمل T3 و T4 وتعمل TSH لو البيشنط عنده مثلا Fibromuscular Displasia بتعمل مثلا Ultrasound عشان تشوف الديامتر بتعرير الارتري هل في ستنوز سواللا بتعمل برضو بتجيس الالدسترون لو في هايبر الالدسترون بتشوف الكاتيكولامين بتجيس لو في كومسيتومة لو في مثلا نفس الكلام هايبرسيوديس بتعمل TSH و T3 و T4 وهكذا يعني according للسبب بتعمل investigation للقوز طبعا زي ما قلنا اي هايبرتنشن في young people you have to ask why لازم تسأل ليه حصلوا هايبرتنشن ولازم تسعى ورا الساكن ريكوز في نوعين تاني من هايبرتنشن اسمهم نوع اسم why تقو هايبرتنشن ودوت ان العيان بيبقى زي الفل اللي عادي في بيته او باعنا صح بيبقى بيته بيبقى ضغطه عالي يجي يجي لك العيادة ضغطه بيعلى ليه حصل ضغط عالي في العيادة متعرفش هو بييته كويس لكن بيعلى الضغط في العيادة في نوع التاني اسمه مسك ده هايبرتنشن دوت الضغط بيبقى تسلو ضغطه كل ساعة عشان تشوف وتسجل القراءات وتشوف هل هو ضغطه بيعلى في البيت ولا لا هل هو ضغطه بيعلى في العيادة ولا لا وبالتالي المسك ده هايبرتنشن اللي بيحصل في العيادة اللي اسمه مسك ده هايبرتنشن والويت اقود هايبرتنشن اللي بيبقى ضغطه عالي في البيت كل حاجات دي تكتشف عن طريق حاجة اسمها ambulatory blood pressure monitoring بعد كده عايز اتكلم عن risk factors للهايبرتنشن risk factors هايبرتنشن طبعا في حاجات non-modifiable مش بتتصلح هو اتولد بيها زي واحد مثلا عنده family history الهايبرتنشن عيلتوا فيها هايبرتنشن خلاص ده non-modifiable وشهبتغير علاء بتاعتك حاجة زي مثلا واحد بيقولك انا african-american race هو عرقه مثلا african-american ده not-modifiable هو الناس ديت عندها risk factor انه يبعنده hyper tension في حاجات non-modifiable انت ممكن تتصلح فيها مع الوقت ممكن تتحسن زي مثلا لو بتاخد high salt intake واحد بياخد salt كتير واحد بياخد الكحول الكحول دوت طبعا بيزود الريدن عندك نفس الكلام الوبستي بتزود بتعمل hyper tension physical activity نفس الكلام كل الكلام دوت risk factors hyper tension ازاك اي مرد hyper tension لازم نصلح الحاجات دي بالاضافة طبعا السموكينج بس هو السموكينج مش risk factor hyper tension زي ما الناس كتير بتقول السموكينج بالعكس بيقل ال blood pressure السموكينج بيقل ال blood pressure ومش risk factor خالص الhyber tension لكن السموكينج هو مشكلته كلها مع astro-sclerosis ومع cardiac disease هو بيزود حدوث l-schemmic heart disease لكن هو مرشعك خالص بالhypertension طبعا هتكلم برضو في المحاضرة ديت عن hypertension complications hypertension مرض خطير ممكن يؤدي ل complications كبيرة زي stroke زي MI زي heart failure renal failure aortic aneurysm aortic dissection وهنتكلم عن كل حاجة من دول بالتفصيل بعد كده طيب دلوقتي انا جاي اللي عيان hypertension المفروض اعمله ايه بالضبط الworkup اللي عمله لأي عيان hypertension طبعا لو عيان جاي اللي بsecond recourse او انت شاكلك بsecond recourse هتشاك الsecond recourse لكن انا بتكلم دلوقتي عن عيان عنده primary hypertension عيان ما عنده اي problem هو جاي اللي بس هو isolated hypertension يعني هو hypertension بس ما في اول حاجة بقسله الهموغلوب A1C والfasting blood glucose عشان اعمل اتشكل الضيابيتس عادة الضيابيتس بتبقى معها hypertension hypertension مع ترابيتس فبالتالي لازم اعمل اتشكل الضيابيتس نفس الكلام بعمل البد بقس مثلا الكلسترول بقس الHDL و الHDL عشان اشوف هل في هايبر لبيديميا ولا لا لو في هايبر الليبيديميا بصلحها وهي طبعا مهم جدا ان اتصلح الهايبر الليبيديميا لو صلحتها عادة ضغط ببدو بينزل كتير بعمله ECG عادة بيبقى في ischemic heart disease عادة ممكن يكون في left ventric hypertrophy مع long standing hypertension فبالتالي لازم تعمل ECG وتشوف حالة القلب بعملة ازاي نفس الكلام بعمل serum creatinine عشان تعمل check if there is any renal disease لو في اي مرض في الكلة او او اي ارتفاع في creatinine ده بي guide us في treatment لو creatinine رافع عادة مش بدي حاجة زي الاس inhibitor فضروري ان انا اعمل check creatinine وبعمل uran analysis عشان اشوف هل في بروتين في الوران ولا لا لو في بروتين في اليورينا عادة دخل في حاجة اسمها hypertensive nephrobacy ودوت ببالها نظام تاني في العلاج بدي مثلا حاجة زي الاس inhibitor عشان اقلل ها وهكذا طيب بعد ما بعمل الworkup بتاع الhypertension ببدأ العيان ده خلاص عملت الworkup شخص اللي عنده hypertension ببدأ اشوف ازبط اول حاجة lifestyles بتاع طبعا lifestyles modification بنعمله لكل الpatients سواء patient عنده stage 1 hypertension stage 2 hypertension emergency emergency whatever كله بعمله حاجة اسمها lifestyle modification اول حاجة في lifestyle modification بعملها بخليه ااخد حاجة اسمها dash diet dash diet اللي هو اسمه او ما انا اختصار كمية dash dietary approach to stop hypertension طيب ايه diet اللي ه ندين للعيين عشان نقل الhypertension اول حاجة بخليه ياخد diet high in fruits and vegetables ياخد diet في فكهة كتير في خضرات وكده وبيبقى قليل في total fats بيقولك ان العيين لو مش عداش diet دوت بيقل في معدل 11 يعني مثلا سي هو ضغطه 150 يوصل ضغطه 141 او 139 وهكذا يعني بيقل بمعدل 11 الويتلوس نفس الكلام بيحصل reduction BMI لو عملنا reduction BMI اقل من 25 طبعا BMI ده عبارة عن هي اسمها بالعربي كده اسمها الكتلة الطول على مربع الوزن طول بالمتر على الوزن الوزن على مربع الطول بالمتر ده BMI و BMI لما بينزل عن 25 ده بيؤدي ان الضغط يقل من حوالي 6 ل 10 يعني كل بيقل 6 يعني كل ما بيحصل نقص في 10 كيلو جرام بيقل الضغط حوالي 6 تاني حاجة بخلي البيشن بيعمل aerobic exercise ده بيقلل الضغط يعني مثلا كل يوم مثلا عمل exercise موض 30 ده بيؤدي ان الضغط ينزل بحوالي 7 7 درجات نفس الكلام في الديتر السوديم السوديم طبعا لما بنقلل السوديم في دوات بيؤدي ان الضغط يقل بمعدل 5 ل8 بعد كده الالكوحول limitation نفس الكلام الناس اللي بتاخد الالكوحول وده طبعا عادة في مجتمعاتنا مش موجود الكلام دوات لكن في الغرب طبعا موجود الالكوحول اكتر تؤدي الى ان الضغط ينزل بمعدل كبير وعشان طبعا ده الكلام ده Life-Style modification هينفع مع كل الpatients لكن العلاج مش هينفع مع كل الpatients في patient محتاج علاج معين درج واحد patient محتاج 2 drugs patient 3 drugs وهكذا according to the disease مع العيان عيان عنده hypertension مع M.I عيان عنده hypertension مع stroke عيان هند وhypertension مع جاوت whatever disease مع ده بنحدد pharmacological treatment وبالتالي أنا قبل ما أتكلم عن strategies في علاج الhypertension أنا عايز أتكلم شوية عن pharmacology بتاع الدرج اللي احنا هستخدم ها في علاج الhypertension هبدأ دلوقتي بحاجة اس inhibitors طبعا اس inhibitors ديت معروف اللي هي بتعمل أو بتمنع الconstriction بتاع efferent arterioles لأنها بتعمل inhibition للangiotensin converting enzyme لما بتعمل inhibition للangiotensin converting enzyme دوت هتقلل الconstriction اللي بيحصل في efferent arterioles وبالتالي هتقلل الangiotensin 2 وهتقلل الGFR طبعا لما بتقلل الGFR هي ميزة وعيد بتقلل الضغط جوه الجلومريولاي وبنفس الوقت بتقلل GFR ودوت بيزود الضغط جوه الجلومريولاي ودوت تمنع البروتين اللي هو ينزل في اليورين بتقلل النيفروباسي لأنك بتقلل الضغط جوه الجلومريولاي دوت وظيفة الS-inhibitor لذلك حتى الS-inhibitor بنستخدمها في العينين اللي عندهم بروتين في اليورين حتى لو ما فيش لأنه هو بيقلل الضغط جوه الجلومريولاي عن طريق اللي هو بيعمل بوزو ديلاتيشن للإفرينت أرتريول طبعا الصيد المشهورة للS-inhibitors اللي هي بتعمل كف وبتعمل أنجيو إديما طبعا الكف والأنجيو إديما بيحصل عشان هو الS-inhibitor بتزود حاجة اسمها البرديكاينين البرديكاينين ديت بتزيد ليه بتزيد عشان الS-inhibitor عادة بتقلل حاجة اسمها Di-Peptile Peptidase 4 ودوت الحاجة ديت بتعمل البرديكاينين فبالتالي لما انت مش بتكسر البرديكاينين يبدأ يزيد عندك وده يؤدي إلى قف وأنجيو إديما في عينين اللي بياخدوا S-inhibitors وبيحصل كمان من S-inhibitors هايبر كاليميا وبتقلل الGFR ودوت بيزود الكرياتين عادة العلاقة بين GFR والكرياتين العلاقة عكسية نقص GFR يزود الكرياتين وهكذا وبالتالي الناس اللي بتاخد S-inhibitors محتاجين ان نحن نقص لهم renal function طبعا S-inhibitors ممنوعين في الناس اللي عندهم مرض اسمه C1 stress enzyme deficiency في بعض الناس عندهم الانزيم دوت P deficiency وبالتالي لو خاد S-inhibitors بيحصل له كاف وبيحصل أنجيو إديمة فبالتالي احنا بنمنع او مش بندي S-inhibitors في الناس ديت وكمان S-inhibitors used in caution مع الناس اللي عندهم bilateral renal arteristhenosis انت اساسا قد عندك renal arteristhenosis فدوت بيزود الكرياتين فما تديش حاجة تزود لك الكرياتين اكتر طبعا وده يعمل deterioration renal function هتكلم بعد كان عن ARBIS ARBIS زي S-inhibitors بالظبط بكل حاجة إكتبت طبعا ان mechanism of action مختلفة شوية ARBIS بتعمل blockage لل angiotensin to receptor فهي كل حاجة زي S-inhibitors معادة انها مش بتعمل angioedema ومش بتعمل cuff لانها مش بتزود bradykine وطبعا S-inhibitors والARBIS الاثنين مش بيستخدموا لو المريضة pregnant لانهم تراتوجينيك بيعملوا مشاكل في الكدني بعد كده هتكلم عن L-screen L-screen دوت عبارة عن direct training inhibitor ب local conversion بتاع angiotensin to angiotensin 1 دوت direct training inhibitor وده نفس الكلام برضو بتاع S-inhibitor يعني بس الميكانيزم of action مختلفة أحيانا بيستخدم لكن عادة بنستخدم S-inhibitor والARBIS دوت حاجة مش مشهورة شوية معنا بعد كده هتكلم دروقات عن calcium channel blocker calcium channel blocker عندنا فيها نوعين dihydrobyrdine calcium channel blocker وnon dihydrobyrdine calcium channel blocker ال dihydrobyrdine calcium channel blocker حاجة زي الاملودبين الكليفدبين النكاردبين النمو دبين كل الأدوية ديت اسمهم dihydrobyrdine calcium channel blocker وتأثيرهم أكتر ببعا الارتريول لأنهم بيعملوا vasodilators في inhibitor calcium channels في dilatation لكن الننضا الhypertensive urgency وemergency وال virabamyl وال dilatazim بستخدمهم في حالات الhypertension with angina نعيد ثاني ونقول ال dihydrobyrdine calcium channel blocker بتستخدم في حالات الhypertension النمو ديبين بستخدمها في حالات الصب arachnoid باستخدم الhypertensive urgency وال virabamyl وال dilatazim بستخدمهم مع الhypertension لو في angina طبعا ال side effect بتاع calcium channel blocker لو في ضع dihydrobyrdine calcium channel blocker دي بتعمل peripheral إديمة لكن لو ننضا dihydrobyrdine calcium blocker ده بيعمل heart block و cardiac depression و constipation عادة لأن ننضا dihydrobyrdine calcium blocker بتشغل على heart اكتر فبالتالي complication بتاعتها بتبقى موجودة في heart تكلم بعد كده دلوقتي عن beta blockers beta blockers عادة في hyper tension بستخدم selective beta blocker عن non selective non selective ممكن استخدمها مثلا زي في حياة الhyper pseudism وماشي الاندرال وكده لكن selective beta blocker بستخدمها عادة في hyper tension زي الاتينيلول وال beta blocker او بتاعت beta blocker في hyper tension ان هي بتقللي cardiac output ونفس الكلام بتقلل renin secretion فلما بقلل renin وقلل cardiac output الbrot pressure بيقلي معاه لو الpatient مع angina بستخدم برضو beta blocker لانها بتقللي heart rate وبتقلل contractility وده بيقلل الwork تاع heart لو patient عنده heart failure beta blocker مزيتها اللي هي بتقلل immortality طبعا beta blocker زي معروف side defect بتاعتها اللي هي بتعمل erectile dysfunction وكمان بتعمل heart block لان هي بتعمل شغالة على av node وكمان بتعمل أزمة exacerbation لو الpatient عنده أزمة وبيستخدم non-selective beta blocker فبالتالي الpatient اللي عنده أزمة مش بتديله non-selective beta blockers هتكلم دلوقتي عن الhydralazine الhydralazine دوت شغالة بيعمل smooth muscle relaxation فبالتالي بيعمل vasodilatation للarteriules أكتر من الفينيules ده الhydralazine الhydralazine مش بيستخدمه في علاج benign hypertension الواحد عنده hypertension عادي مش بديله hydralazine لكن بيستخدمه بس في حالات severe hypertension وكمان بيستخدمه في pregnancy لانه safe in pregnancy مع المثال دوبة وباقة الدراجز اللي بتصادم في pregnancy الhydralazine تصايد effect بيعمل headache وبيؤدي الانجينا طبعا لانه بيعمل بيقلل الافترلوت وبيعمل arteriule dilatation وده يؤدي الى ناص الدم الرايح للقلب بيعمل انجينا بيعمل fluid retention طبعا الhydralazine وبيعمل حاجة اسمها lupus like syndrome هو من ضمن الدراجز اللي هي اسمها drug induced lupus بيعمل حاجة زي ال SLE مع الدراجز زي المثال دوبة والإيزونيزايد والفينيطوين في مجموعة كده من الأدوية بتعمل حاجة اسمها systemic lupus illystermatosis بسبب الدراجز طبعا هتكلم دلوقتي عن nitrobrous side nitrobrous side طبعا بيش صادم برضو في علاج الhypertension لكن وكده عن طريق اللي هو بيزود cyclic gene B ودوت بيعمل smooth muscle relaxation فبيعمل venus under arterial dilatation ودوت بيقلل البريلوت طبعا لما بعمل venodilatation بنقلل البريلوت البريلوت دوت اللي هو الدم اللي راجع للقلب لما بيحصل مثلا dilatation inferiobrenicaeva والseperiobrenicaeva بيقلل الدم اللي رايح للقلب وده شغل nitrobris side side effect بتاع nitrobris side بيعمل حاجة اسمها cyanide toxicity طبعا ان هو والcyanide toxicity ديت يعني مسلا سيء ان بيشن اللي مسلا وكان عنده hypertensive emergency عطيته nitrobris side جي التاني يوم البشن لقيته دخل في confusion ودخل في lectic acidosis بحاول أشوف المشكلة هل المشكلة هو دخل في hypertensive encephalopathy والهل البيشن عنده cyanide toxicity بسبب nitrobris side هو بيحصل زي differential diagnosis كما بعض الاثنين طبعا الhypertensive encephalopathy العين بيبع عنده hypertension لكن دوت بيبقى المشكلة معنى كده مش في الhypertension المشكلة انه دخل في cyanide toxicity والcyanide نفسه بيعمل ودوت بيعمل دوت مشكلة لذلك بيستادم طبعا في l-ICU مش بيستادم كده وزاو monitoring في دوت تاني بيستادم اسم الفينولدبام الفينولدبام دوت dopamine D1 receptor agonist ودوت بيقلل ال blood pressure وبيزود ال naturesis naturesis معناها انك بتزود ال excretion of sodium في ال urine ودوت بيستادمه في علاج الhypertensive emergency طبعا الفينولدبام كside effect بيعمل hypotension وبيعمل tachycardia اي حاجة بتقلل blood pressure هتحصل فيها reflex tachycardia زي الhydra الذي نفس الفكرة بيعمل reflex tachycardia مثلا ال nitrates nitrates دوت بيعمل venodilatation اكتر من arterial dilatation وبيقلل preload اكتر من afterload وبستخدم nitrates طبعا في الانجينا ده حاجة مشهورة جدا ومعروفة ال nitrates بيصاد tachycardia وبيعمل hypotension وheadic وflushing فلازم الحاجات دي تبلغ ال patient بياخد nitrates ان هو ممكن يعمل side effect ديت بالاضافة طبعا ال nitrates ما تحول تستخدمها مع حاجة زي مثلا ال diagra وال sedenathil والكلام دوت لان هو هيعمل rabbit drop في ال blood pressure فتحول تشوف ال patient drug interaction مع nitrates كلام دوت في ادوية تصلنا في الhypertension او في علاج الhypertension سواء emergency او urgency او سواء الhypertension اللي العاد بتاعنا في major تانية برضو بنرعيها وانحنا بنعالج الhypertension اننا لازم نشوف الhyper cholesterolemia والعيان دوت عنده lipid profile بتاعه عملي ازاي لو في hyper lipidemia بحاول ادخل بحاجة اسمها الstatins الdybend طبعا علاج الhyper lipidemia حسب ايه هو العيان دوت عنده مشكلة ايه عنده مشكلة مثلا في ldl ولا hdl ولا trigly stride ولا ايه بالظفر لو المشكلة في trigly stride عنده hyper trigly stride بس عدم حاجة زي الفيبر لو المشكلة في الكولستيرون بس عدم حاجة زي بس الفكرة اهم حاجة تبص على الارقام كويس لان هي الموضوع depend على الرقم وعنده انه عالي بالظهر لو هي بس 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 بستخدم الstatins معادة لو في trigly stride اعلى من 850 بستخدم الفيبر عادة مش بستخدمها عشان لها side effective fine اول حاجة طبعا الstatins زي هي mechanism reflection اللي هو بيعمل inhibition لانزيم اسمه HMGA QA reductase ودوت بيصدم في تصنيع الكولسترول فبالتالي اللي بيعمله هنبيشان بقلل الكولسترول و side effect بتاعه طبعا بيعمل hepatotoxicity بيزود liver function test وبيعمل كمان myopacy فبالتالي تاخد بالك من side effect بتاع الstatins لكن هي عادة الstatins بتصدم لو في البيشان عنده الثاني حاجة البيل acid reasons زي الكولستيرامين أو كولستيبول أو كولسيفام ثلاث حاجات دول اسمهم biol acid reasons والmechanism of action بتاعتهم اللي هو بيقلل intestinal reabsorption بتاع البيل acids لكن لها مشاكل طبعا اللي هي بتعمل GI upset بتعمل GIT upset اللي EZT ودوت برضو النظر درج بصدنا في الhyper كولسترول بيقلل اللي طبعا لكن مشكلته إنه هو بيزود liver function enzymes بيزود liver enzymes وبيعمل أحيانا diarrhea والmechanism of action بتاعته اللي هو بيعمل Inhibition l-cholesterol absorption من small intestine brush border الفيبرات الفيبرات تمام الفيبرات عندي حاجة زي الجيم الفيبرزول وال الفيبرات الفيبرات بتعمل activation لل BBAR alpha طبعا لما بتعمل activation لل BBAR alpha إذا بيعمل up regulation اللي بي lipoprotein lipase enzyme ودوت بيزود trigal stride clearance الفيبرات بتؤدي إلى myopathy وبتؤدي إلى clusterioal gallstones فيبرات مش بيستخدمها إلا لو clusterioal إلا لو trigal stride أعلى من 850 أنها بتصدم أعادة في hyper trigal stridemia مش بيستخدمها في hyper crostridemia at all من ضمن الحاجات اللي ممكن استخدمها حاجة زي النياسين برضو بتعمل inhibition للليبوليسيز لكن لها side effect اللي هي بتعمل flushed face وhyper glycemia وhyper yurocemia عادة النياسين برضو محدش بيستخدمه أكثر للنسبة تستخدم الستاتينز في دراج أخير كده هو نزل جديد حاليا هو monoclonal antibody اسمه alichromab دوت بيعمل inactivation للLDL receptor degradation بيقلل الdegradation بتاع LDL receptor وبالتالي لما بقلل الdegradation بتاع LDL receptor بخلي الLDL طبعا الريسيطور دوت بياخد الLDL من الblood stream وبالتالي دوت بيقلل LDL مشكلة اللي هو بيعمل myalgia بيعمل delirium وبيعمل dementia ديت كان نبزة سريعة كده عن دراج زي الصدم في ال في الhyper lepidemia عادة زي ما قلنا بنستخدم الا لو في triger stride عالي اعلى من 350 بستخدم phen fibrate غير كده ال statins هي gold line في treatment هيا فبالتالي احنا بنشوف الhyper crostrid باضافة ان احنا بنشوف علاج الhypertension عموما هبدأ كده هتكلم دلوقتي عن الabroach في علاج الhypertension بدأ عادة الabroach بيقول لك الpatient تدوت اول ما بيجيلك تشوفه هل الpatient عنده hypertension فقط ولا الpatient عنده hypertension plus another disease بالاضافة انك بتشوف الhypertension دوت الليفل بتاعه كام عنده hypertension stage one stage two hypertensive emergency whatever stage تبدأ according للكلام دوت بتحدد العلاج وزي ما قلنا انه في كل العينين بنعمل lifestyle changes بنعمل lifestyle changes طيب لو الpatient عنده hypertension فقط لغير ما عندهش اي حاجة beside hypertension هنتعامل معه ازاي والله لو blood pressure من 120 إلى 129 دوت just only lifestyle changes وتكلمنا عنها قبل كده قلنا هنزبط الضايت هنخلي الpatient يعمل exercise خلي الpatient يفقد شوية في الوزن يصف weight خلي الpatient لو بيشرب الكحول يبطل الالكحول وهكذا طيب لو blood pressure من 130 إلى 139 ك systolic و diastolic من 80 إلى 89 دوت بنعمله life solid changes تحسن خير وبركة متحسن بدأ أدخل بحاجة antihypertensive drugs يعني ببلس or minus antihypertensive drugs لو الpatient أكتر من 140 90 دوت definitely we will start by antihypertensive drugs وبالتالي العيان بيجيلي بقس له ضغط أكتر من مرة شخص تقلاص hypertension لي ضغط أعلى من 190 ببدأ له بالantihypertensive drugs لو عيان جايلي طبعا بhypertensive أكتر من 180 على 120 ده مش محتاج إن أنا أقاس له brother brischer ثاني أو ثالث خلص هو just one read كراءة واحدة أشخص هو hyper tensive طيب دلوقتي العيان عنده ضغط ضغط أكتر من 140 على 90 هتعامل معه ازاي يقول لك إن العيان اللي هو بالشكل دوت ما عندوش أي أمراض تانية ببدأ له بحاجة زي S-Inhibitors أو Arbis أو Dihydro-Byridine calcium channel blockers أو Cyzide Diuretics طبعا الـ Dihydro-Byridine calcium channel blockers اللي هم الملودبين والنيفيدبين والكلام دوت طيب الـ S-Inhibitors حاجة زي مثلا الكابتو بريل وهتكلم برضو وهنا بتكلم عن أدوية هتكلم عن أسماء السوق عشان تبع عارف الأسماء اللي هي التجارية بتاع الأدوية عشان تبع عارف ده بيستادم three times daily تات مرة يوميا اللي نادة بريل زي إزابريل 10 أو إزابريل 20 ودوت بيستادم مرة واحدة يوميا لأنه long acting الرمي بريل زي التريتيس تريتيس في منه 1.25 و 2.5 و 5 الحاجات دي بتستادم once daily دوت first line treatment في عيان الـ hypertension اللي مش معاه أي حاجتين خالص لو الـ patient أخذ الـ S-inhibitor وحصل له cough أو حصل له angioidema بنعمله shift على الـ ARBIS بلاز طبعا إن الـ patient اللي بياخد S-inhibitor بنحاول بنعمله monitoring للكرياتين كل شوية عشان عادة بيرفع الكرياتين كside effect بتاعه الـ ARBIS طبعا دي كان مجموعة بتصادم في علاج الـ hypertension الـ ARBIS في عندنا حاجة اسملة زي اللوزرتين وفي السوق اسمه COSAR 50 أو 100 في ARBIS في السوق اسمه APROVIL 150 أو 300 الحاجة دي تصادم 1-cdaily مرة واحدة يوميا تالت حاجة الكالسام بتشاني بلوكر زي الـ تصادم في علاج الـ hypertension حاجة زي الأملوديبين وفي السوق اسمه الكابريس 5 أو 10 في الفيراباميل زي الـ 80 80 ده برضو فيراباميل يستدم في علاج الـ hypertension كفرس لين عندنا كمان السيازايد زي الاندبامايد ناتريليكس ده مشهور جدا وبيستدم برضو في علاج الـ hypertension في أخطاء كبيرة بتحصل في علاج الـ hypertension زي بعض الناس بتستخدم حاجة زي اللازكس اللوب ديوريتك اللازكس 40 دوت مش بيستخدم في علاج الـ hypertension ده drug بيستخدمه في علاج الـ pulmonary edema والعيان اللي داخلك بس بضغط 180 والكلام دوت ينصح لنك ما تديش لازكس في الـ hypertension or emergency except إلا لو العيان عنده pulmonary edema طبعا في حاجة زي الـ الدكتون 25 بستخدمه بس مش بيستخدمه في علاج الضغط يعني مثلا ايه كفرس أو ممكن كأدجنكتف تريتم يعني مثلا ايه العيان خد دواء واحد منفعش اثنين منفعش ابدأ ممكن اضيف الـ لأن الـ لأن الـ لأن الـ لأن الـ لأن الـ عندي بعد كده الـ beta-blockers beta-blocker عندي أنواع لها non-selective beta-blocker زي الـ endoral 10 ودوت أعاداتا ما حدش بيكتبه إلا لو العيان عنده sarotoxicosis بنكتب beta-blocker عشان نعالج الأعراض بتاعتها لكن non-selective beta-blocker ما حدش بيكتبها احنا بنستخدم عادة selective beta-blocker زي الـ ATENYLOL في ATENO 50 أو ATENO 100 ده بيستخدم 1C daily الـ BISOB ROL زي الـ CONCOR 5 أو CONCOR 10 ده برضو بيستخدم 1C daily في طبعا بعض الناس تبدأ معها drug واحد مش نافع بتضطر تدخل بحاجة زي الـ Combination two drugs بعض الناس بتدي مثلا S-Inhibitor وبتدي ARBIS بتدي جزء S-Inhibitor والبيتا blocker S-Inhibitor وكل سامشان blocker وكل كل واحد لوحده وفي مصانع الأدوية عاملين لنا حاجة اللي هي اسمها Combination في حباية واحدة تلاقي في الحاكتين مع زي الـ Inalabril مع Hydro-Crucyclozade اسمه Inalabril Co عندنا Rembryl مع Hydro-Crucyclozade حاجة زي Trites Coom عندنا Arbis مع Hydro-Crucyclozade حاجة زي Co-Apropid عندنا beta-blocker مع Hydro-Crucyclozade حاجة زي Concur 5 Concur Plus 5 أو 10 وكل يعني الرقم عندنا S-Inhibitor مع الكالس مشان بلوكر بحاجة زي Cov-Ram 5 5 في Cov-Ram 5 10 في Cov-Ram 10 10 على حسب التركيز بتاع كل حاجة منهم فبالتالي دي حاجة اسمها Combinations المفروض تبقى عارفها وانت بتوصف لعلاج الـ Hypertension لو واحد ما نفعش معاه One Treatment تبدأ تضيف 2 drugs مع بعض لو خاد 2 drugs وما انفعش برضو still blood pressure عالي بضيف drug tablet زي مثلا حاجة زي alpha blocker alpha 1 blocker زي الـ Brazosine وفي السوق اسمه mini press خاصة لو البيشت عنده benign phrystetic hyperplasia طبعا هو بيعالج حاجتين بيعالج BPH وهيعالج الضغط فده حاجة ميزة في الـ Brazosine في حاجة اسمها alpha وبيتا blocker مع بعض اسمه carved 6.25 وفي حاجة زي aldomet 250 aldomet طبعا اسمه alpha مثال دوبا وعادة alpha مثال دوبا يستدم اسناء الـ pregnancy مرتين ثلاثة يوميا دوت في حالات resistant hypertension وبالتالي زي ما تكلمنا بعمل كده rapid revision اللي أنا قلته العيان هيجيلي شخصته خلاص hypertension ضغطه أعلى من 140 على 90 هبدأ أدير one drug من فعش two drugs من فعش هبدأ أضيف ثالث در طيب كلام دوت لو الـ patient عنده just only hypertension without any other disease طيب لو الـ patient عنده hypertension with other diseases زي اي بالظبط زي واحد ناس يقول لك أنا عندي hypertension وما عندي diabetes first line treatment في حالة دي هي S-inhibitor أو ARBIS لماذا يستخدم S-inhibitor والARBIS في حالات hypertension مع diabetes لأن يمنع diabetic nephroposy يمنع أو يقلل proteinuria في urine فاللي يستخدم S-inhibitor والARBIS ك first line treatment في hypertension مع diabetes يفضل أنك تأفويت beta blocker في حالات hypertension مع diabetes لأنه يعمل hypoglycemic symptoms زي tachycardia عين hypoglycemia عنده tachycardia أنت ما تديره beta blocker بتقلل heart rate في التالي بتقلل hypoglycemic symptoms وممكن عين يموت ومش حاسس بالhypoglycemia لذلك أفويت beta blocker في الناس اللي عندهم diabetes مع hypertension تاني حاجة لو hypertension مع heart failure أستخدم استخدم S-inhibitor أو diuretics أو beta blocker ليه في حالات heart failure beta blocker بتعمل improvement immortality ونفس الكلام S-inhibitor بيعمل improvement immortality plus diuretics بتعمل improvement symptoms مع هذا لو العيان عنده congestive heart failure يفضل أنك ما تستخدم البتا blockers وحاول برضو عيان heart failure تأفويت أن ننضع hydropyridine كاسة مشان blocker زي الvirabamil مش بستخدم الvirabamil فعيان الvirabamil ليه لأن الvirabamil بيعمل negative contractility بيقلل contractility بتاعة الheart بتالي W worsening condition number ثلاثة ثلاثة لو عيان hypertension مع ischemic heart disease hypertension مع ischemic heart disease بستخدم البتا blocker أو non-dihydrobaridine calcium shen blocker زي الvirabamil وبحاول avoid dihydrobaridine calcium shen blocker زي l-amlodibine ليه بعمل avoid l-amlodibine مثلا في عيان ischemic heart disease لأنه بيعمل reflex tachycardia طبعا لو حصل tachycardia في عيان عنده ischemic heart disease دوت هيزود heart rate وهيزود الwork طعال heart وده مش عايزين يحصل في عيان عنده ischemic heart disease نفس الكلام الhydrobaridine you have to avoid thehydrobaridine في الpatient اللي عنده ischemic heart disease لأنه هيعمل reflex tachycardia نقول ثاني بhypertension مع ischemic heart disease باستخدم البتا blocker باستخدم النضا hydrobaridine calcium channel blockers رقم 4 لو عين عنده hyper tension مع bilateral renal arthrosthenosis بعمل إيب الزط باستخدم باستخدم البتا blocker باستخدم الكل calcium blocker باستخدم diuretics لكن الناس اللي عندهم bilateral renal arthrosthenosis you have to avoid the S-inhibitor ليه لأن ال S-inhibitor هيرفع الكرياتين وعادة هنالبتشنت عنده bilateral renal arthrosthenosis الrenal function بتاعته رقم 5 لو عنده hyper tension مع أزمة أو hyper tension مع COPD يفضل to avoid non-selective beta blocker زي مثلا الاندرال البربرولول ما ينفعش تستخدمهم في الناس اللي عندهم أزمة سالة حاجة لو عين hyper tension في البرignancy في أربع أدوية بتستخدم في أثناء البرignancy ممكن تستخدم الأفا مسائل دوبة ممكن تستخدم الهايدرال ممكن تستخدم كان لها ليمونيك كده اخذناها في المعادلة كان اسمها بيقول لكي hypertensive mumps like nifid bean ال-H refer to hydralazine ال-M refer to مسائل دوبة ال-L refer to lebitalol وال-N nifid bean hypertensive mumps like nifid bean طبعا you have to avoid S-inhibitor والاربس للناس اللي هي pregnant لأن هم بيعملوا teratogenicity رقم 7 لو هيبرتنشن مع هيبر سيروديزم دوت باستخدم beta blocker زي ال-Proporanolol عشان بقلل ال-Heart rate وبحسن السيمطوم رقم 8 لو هيبرتنشن ومعه جاود باستخدم 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 ال- باستخدم ال- هيبرتنشن مع الجاود باستخدم ال- لأن هم بيعملوا هيبر يوريسيميا استخدم باستخدم دراج زعين بس خد بالك لو واحد عنده جاود فلاش تستخدم اللوب دايوريتك فلاش تستخدم السيزايد لأن هم بيعملوا قصايدة هايبر يوريسيميا وعيان الجاود عادة بيبع عنده أساسا هايبر يوريسيميا لو بعد كده لو عيان عنده هايبرتنشن مع غلوكومة استخدم غلوكومة طبعا معروفة اللي هو ارتفاع في ضغط العين Increase interocular pressure بستخدم البيتا بلوكر للناس اللي عندهم هايبرتنشن مع غلوكومة رقم 10 لو هايبرتنشن مع peripheral vascular disease زي الرينودز بستخدم طبعا الكالسي مشان بلوكر بستخدم الألفا بلوكر لكن يجب أن تتخدم البيتا بلوكر الناس اللي عندهم peripheral vascular disease نفس الكلام تحاول لو بيشانت عنده هارت بلوك ما تستخدمش البيتا بلوكر ما تستخدمش النانضاي هايبرتنشن كالسام شان بلوكر زي الرباميل لو العيان الكريات اللي عنده أعلى من 1 ونص يجب أن تتخدم الاس انهيبتور لو العيان عنده هايبرتنشن مع osteobrosis يفضل أنك تستخدم السايزايد ديوريتك ليه لأن السايزايد بيعمل هايبر كالسيم بيزود الكالسيم طبعا بيقال الكالسيم وإحنا محتاجين الكالسيم في الناس اللي عندهم osteobrosis وفي كل الأحوال تارجت بتاع إحنا عايزين ينزل 140 على 90 وفي الناس اللي عندهم renal disease أو diabetes بخلي التارجت 130 على 85 دوت لو البيشنت جايلي بضغط أقلي من 180 على 120 طيب فيه بيشنت تاني جايلي بيقول ضغطي أكتر من 180 على 120 يبدوت حاجة ما يتنين إما هايبرتنشف إرجنسي أو هايبرتنشف emergency هايبرتنشف إرجنسي أو هايبرتنشف emergency طبعا يوجد البشينت اللي عنده هايبرتنشن يعني البشينت دوت بيبقى هيقول لك أنا كان عندي هايبرتنشن من زمان بس بس بوقف العلاج أو يقول لك ده أنا أول مرة أكتشف أن أنا عندي هايبرتنشن عادة في بعض الناس بتكتشف أن عندها هايبرتنشن وهي ده خلالة وعندها ضغطها أكتر من 180 على 120 وفي كل الأحوال في خطأ زي ما قلنا بيحصل دايما من الناس اللي ضغطها عالي تلاقي الدكتور رايح على أمبو اللازكس وعط لازكس وده طبعا very dangerous لأن انت لو اللازكس دوت هيقل الضغط aggressive على العيان ودوت ممكن يؤدي إلى ischemic changes ممكن يدخله في stroke لأن لو البيش دوت ضغطه عالي وعنده ischemic stroke مثلا ك end organ damage وخد لازكس هيتزود الاريا بتاع ال stroke طبعا ده هيب خطر على العيان لذلك بلاش استخدام اللازكس في الناس الhypertensive emergency والergency except if there is بالمونر اديمة ادي لازكس غير كده متديش اللازكس ده خاص طيب عيان دخلك الاستيبال وضغطه أعلى من 180 على 120 هتتصرف ازاي وهتعمل ايه بالضبط أول حاجة لازم تتشك for end organ damage السؤال هنا يعني ايه end organ damage ايه هو end organ damage بالضبط والend organ damage ليه اكتر من حاجة يعني ممكن يعمل حاجة زي مثلا retinal hemorrhage ودي بيكتشفها على طريق الفندس exam بيروح لدكتور رامد ويعمل الفندس exam يبقى في retinal hemorrhage ممكن يكون في stroke stroke لنوعين hemorrhagic stroke أو ischemic stroke في كل الأحوال برضو بيتعمل CT scan وبين فرق بين النوعين ممكن يكون دخل في hyper tinsive in kefalopasy ودي بيبقى الpatient عنده seizures عنده confusion عنده visual disturbances عنده نقص في الوعي كلام ديقول لوات يخليك تروح على hyper tinsive in kefalopasy ودوت برضو endo organ damage ممكن الpatient يكون عنده acute renal failure الpatient عنده hematuria عنده bretenuria دوت برضو نوع من الانواع endo organ damage ممكن يكون دخل في MI angina cardiac ischemia الpatient يبتشف عن طريق لها بعمله ECG ممكن يدخل في auric dissection patient يجي يقول دكتور انا عندي tearing chest pain في الم في صدري وبيستمع في back بتقسله الضغط بين الدراعين لقيت ان ضغط في الدراع اعلى ما التاني اكتر من 20 دوت ممكن يكون داخل في auric dissection تعمل luch وتكتشف auric dissection ممكن برضو العين يكون داخل في bilateral basal crevitation تلاقي في crevitation لما بتسمع اللنج في disney كل دوت من endo organ damage نفس الكلام ممكن يكون داخل في heart failure تعمل echo تلاقي ejection fraction قليل وكده heart failure ممكن يقول مثلا لو patient pregnant كنت دخل في brach whatever endo organ damage اهم حاجة يعني اي endo organ damage هتعرف ال investigation اللي هتعملها عشان تكتشف ال endo organ damage بعد ما بتعمل كل ال invest وما فيش اي endo organ damage تبدأ تستار التريت من تلك العيين طيب فبالتالي انا عندي حاجتين patient عنده endo organ damage واناظر patient ما عندوش endo organ damage لو patient ما عندوش endo organ damage ممكن نستخدم ال S inhibitors ممكن نستخدم ال calcium blocker ممكن نستخدم ال nitrates وبعمل له لحد ما الضغط على الجفة أو patient clinic عادي العيادة هزبط الضغط بتاعه كله تكره على الله خلص على كده مش عايز منه حاجة لو مفيش endo organ damage لكن لو patient عندو endo organ damage في اكتر من درج باستخدم ممكن نستخدم ال hydralazine ممكن نستخدم ال ismelol ismelol ده beta blocker ممكن نستخدم ال nitro birth site ممكن نستخدم ال lapitalol الكاردبين والكليفدبين كل دية أدوية تستخدم بس دية في المجمل وتستخدم عادة IV لان في endo organ damage فبالتالي احنا عايزين ننزل الضغط الا بعض عينين هتكلم عليهم بعد كده يفضل احنا ما ننزلهم ش الضغط بسرعة في عينين لازم ينزلهم الضغط بسرعة زي مثلا واحد عنده intercranial هاموريج بعايز ننزل الضغط بشكل كبير لكن في المجمل انا التارجت بتاعي ان الضغط ينزل 160 على 100 تحت 160 على 100 او ما نزلش الضغط اكتر من 25 في المية من المين arterial في اول ساعتين يعني ايه الكلم دوت ايه المين arterial دوت اللي هو تلتين الديستول بلص تلت السيستول تلتين الديستول بلص تلت السيستول يبقى انا مفروض ما نزلش الدراج البروت بريشر اكتر من 25 في المية من المين arterial بريشر في اول ساعتين او التارجت بتاعي يبقى 160 على 100 طبعا احنا قلنا بكده ونبهنا ان الربد رداكشن بيؤدي الى اسكيميا لذلك انا مش بنزل الضغط مرة واحدة مش بستخدم اللازكس في نزيل الضغط فالص بستخدم اي دراج من الدراج الثانية اللي انا قلت عليها اللي هي زي الهايدرالازين زي الازميلول نايتروبرسايد لابيتالول نيكاردبين كليفيدبين وعادة البيشنت اللي هو عنده اندرورج بيتعالج في الائي سيو وبيبقى محطوط على مونيترينج خلينا نتكلم على كنديشن كده على المهل ونشوف الموضوع بالزبط لو البيشنت عندي عنده أكيوت كورونا سندروم بستخدم البيتابلوكر وبستخدم النيتريت يعني البيشنت الدخل بهايبرتنس في امرجنسي والإندرورج دمج أكيوت كورونا سندروم فبستخدم البيتابلوكر وبستخدم النيتريت والtarget بتاعي ب25% من البيزلاين في أول 24 ساعة يعني 200 بنزله مثلا 50 وخلاص على كده في أول 24 ساعة لو البيشنت عنده باستخدم حاجة زي اللابيتالول باستخدم النكاردبين باستخدم النيتريت والtarget بتاعي إن السيستوريك بلد بريشور ينزل أجل من 110 طبعا البيشنت يجب باستخدم بلد بريشور أجل الحالة دي بنزل بلد بريشور أجل من 110 السيستور لو البيشنت عنده hypertensive انكفالوباسي الطarget بتاعي بيبه 25% من المين arterial بريشور في أول 8 ساعات hypertensive انكفالوباسي بنزل الطarget بتاعي 25% من المين arterial بريشور في أول 8 ساعات وإحنا قلنا بكده المين arterial بريشور معناه 32 السيستور بلاص تلك السيستور طبعا لو البيشنت عنده فيه كومسيتومة باستخدم الـ Nitro-Bricide وباستخدم الـ Nitro-Bricide أو Alpha Blocker زي الفينوكسي بين زمين باستخدم الـ Nitro-Bricide أو Nitro-Bricide أو الفينوكسي بين زمين لكن في البيشنت عنده فيه كومسيتومة يجب أن تفيد الـ Beta Blocker لماذا؟ لأنها تعمل rebound hypertension طبعا فيه كومسيتومة يبقى فيه زيادة في الكاتيكولامينز زيادة Alfa والبيتا-receptors جيت أنت عفلت ببيتا-receptors الكاتيكولامينز دي هتروح تشغل على الالفا-receptors هتعمل severe hypertension فبالتالي الناس اللي عندهم فيه الخوموس ايطهما استخدم الالفا-blocker هتستخدمش البتا-blockers استخدم الـNitro-Recide استخدم الـNitro-Glycerine it's okay الـPatient اللي عنده inter-cranial hemorrhage استخدم الـLebitalol استخدم الـNicardipine You have to avoid nitrobriside والهايدرالازين بالناس اللي عندهم intercrane hemorrhage بتستخدم اللابتالول وبتستخدم النكاردبين وبتتجنب النايتروbriside والهايدرالازين والطارجت بتاعي يبقى أجل من 180 فأول 24 ساعة عادة الانترcrane hemorrhage بنزل ضغط كتير عشان نقلل البرش طبعا البلمونيرا الإديمة الحاجة الوحيدة اللي بستخدم فيها اللازكس عشان بيبقى فيه volume overload يبقى أي volume overload بستخدم اللازكس غير كده مش بستخدمه خالص وعيان البركلامسية مريضة البركلامسية دي بستخدم فيها النكاردبين ممكن استخدم اللابتالول ممكن استخدم الهايدرالازين وبلاس ممكن استخدم حاجة للمغنيس المسلفيت المغنيس المسلفيت في البشنت دي بتعمل seizure prophylaxis احنا مش عايزين ان البركلامسية يدخل في ويحصل لها seizure وبالتالي بستخدم حاجة اسمها المغنيس المسلفيت طبعا الكلام داود بستخدمه بستخدم النكاردبين واللابيتالول والهايدرالازين خد بالك أي بريجنانت بيشنت مش بستخدم الناتبالصايد مش بستخدم الاس انهيبتورز مش بستخدم الاربس لأنها تيراتوجينيك لأنها تيراتوجينيك ده المحاضرة باختصار وانا حبيتك بتكلم بسرعة أنا أسف في الموضوع داود لأن الموضوع كان كبير فأنا ممكن أستعبل أي سؤال من قدراتي لو في حد عنده أي سؤال أي حاجة وانا معاكم وشكرا جزيلا لكم لو حد عنده أي سؤال أنا ممكن أسمعه ونتنقش معه عشان أنا مش شايف صراحة عن الرسائل فلو حد برضه يبقى معايا من الطايدينج تيم يشوف لو في أي رسائل ما فيش رسائل يا بصور في حد رافع ياتبه ممكن يفتح المخافون مش مشكلة عادة بالنسبة للمحاضرة ان شاء الله أنا أكتبها على الصفحة عندي على فيسبوك لو في حد عنده على فيسبوك أنا طبعا هنزلها كاملة لو حد عايز يشوفها هنزلها في بوست كده على فيسبوك بحيث يتابع بيها مع الفيجينسا بعد ما ينزل سامعني؟ فضل سامعكم فضل وإحنا دكتور أما بيأبنه مرضو 150 أو 160 يعني لأول مرة بنقسله وبعدين بنتقرر الإياسات مثلا على ثلاث جلسات أو أربع جلسات ضفت بتاعه عادي وببدأ إلينا نستخدم له مثلا اس أو نبدأ إمتى بنقل يعني وصلت لشو واضح بس عدت نسؤالك بس بسوط واضح ماشي أوكي تمام كده سامعني كويس؟ آه سامع كويس كده يعني مبنق المريض من 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 علاج لعلاج تاني يعني مثلا إمتى بنقله مثلا من اس أو الكالسمة أو كده أو إمتى بزبود له الجورة بتاع إمتى بزبود له مثلا اس بزبود له مثلا بدلا ما تدره 25 ندره 55 أو أو إمتى بلقله يعني من أنا فهمت السؤال لك هو مبدئيا البيشنت مثلا بيجيلي أنا دلوقتي أنا عندي هو البيشنت اللي مش هايبرتينس ولا إرجس ولا الكلام دو خلاص البيشنت دوّت كرونيك هايبرتينشان عادي ضغطه مثلا مية وستين هبدأ بالإيس انهيبتل مثلا هبدأ بالإينارابريل ولا حاجة كده خلاص هبدأ أتابعه يعني مثلا أنا أعطيته لعلاج أسبوعين تلاتة أربعة ضغطه مش ردي ينزل عن مية واربعين خلاص بدأ الموضوع أو البيشنت دوّت ريزيستنت للعلاج دوّت ببدأ أضيف أزود الجرعة الأول زودت الجرعة طيب تحسن ولا لأ نزل الضغط تحت المية واربعين ولا لأ ما نزلش الضغط برضو بديله كومبينيشن الاس انهيبتل مثلا مع السيا زايد البيتا بلوكر مع اس انهيبتل وتغير يعني بديله كومبينيشن من العلاج اتحسن خلوا باركا ما تحسنش أدخلوا دراك تالت أما حاجة البلوت بريشر ينزل تحت المية واربعين سستول وتحت التسسعين داستول دل دل الموضوع في المجمل يعني فانت بتتابعه بتتديره العلاج وبعد سباعين بتشوفه بتشوفه نزل الضغط لأ لسه وصلت لإجابة ممكن سؤال تاني برضو تفضل في أدوية لشكل مثلا أمالوديبين وفي دوية مثلا شكل XForg HCT بيبقى بيجمع بتلت حاجات مع بعض تاريبين بيبقى عمالوديبين وهايدروغلورس ويزيد مع حاجة كمان يعني بهم الإديمة اللي بتققى موجودة لو في بريفور الإديمة ازاي بحكم عليها أن ديام مش حاجة يعني مثلا مش نيفروباثي مش حاجة كدني ديسفونكشن اعمل اعمل شو في بريتناريا أو لا لو في بريتناريا خلاص بدي مشكلة في الكدني لكن لو ما فيش بريتناريا بدي مشكلة في side effect بتاع دراغ اعمل أوكي تمام تمام شو في الدكتور في حدثنا إيسا وفحاجة بقيت وفحاجة بقيت كمان بيقول فيه الامبيولاتري بلوت بريشور يعني إمتى استخدمه كسكرينين يعني هو الامبيولاتري بلوت بريشور دوت لو بيشنت دخل للعيادة وعنده حاجة اسمها ماسكة هايبرتنشن أو عنده ويتو كوت هايبرتنشن وفرغت بين نوعين ويتو كوت هايبرتنشن البيشنت بيحصل له البيشن لما بدخل للعيادة كل ما بيشوف الدكتور كده بالبلطة اللا بيض ضغطه بيعلى ده اسمه ويتو كوت هايبرتنشن يرجع البيت ضغطه زي الفل بيقس لما يروح الصدلية ما فيش حاجة بيقس في البيت مفيش حاجة يدخل العيادة ضغطه بيعلي في نوع تاني المسك ده هيبرتنشان ان البيشنت بيحصل له هيبرتنشان برا الكلينك يعني في البيت بيقس ضغطه عالي يدخل العيادة ضغطه يقل في الحالتين دول بس كده بعمل حاسمة اللي هو بيتعلق كده للقف كده وبيتنفق كل او بيقس ضغطه كل نصف ساعة على مدارة 20 ساعة ونشوف يعني اللي بيحصل بالزبط هل ضغطه في البيت بيعلي ولا لا هل ضغطه في العيادة بيعلي ولا لا ونبدأ نفرع بالموضوع فبالتالي الموضوع ده بيكتشف برضو يعني انا مثلا مش مخطط له في دماغي هو الويتو كوتا هايبرتنشان دوت انا قسطي لعيان ضغط في العيادة ضغطه عالي رجع البيت راح الصيدلية عنده جهاز ضغط في البيت بيقيسه ضغطه كويس يجي لك تامي مرة في العيادة يقول لك ايه يا دكتور ده انا ما روحت البيت بقس الضغط ابني بيقيس لي ولا اخويا بيقس بواطفر اصلا هناك مثلا في البلاد برة عندهم حاجة اسمها الديجيتل يعني مش محتاج ان دكتور يقس يعني ممكن ان جهاز الديجيتل ده يقس يقول لك انا روحت البيت بقس الضغط ضغط كويس فتبدأ ساعيتها تطلب منه خلاص اعمل لي امبيولات رهيب بلاد بلاشر منتري إس للضغط كل نسس ساعة وشوف لي الموضوع ده نسي كده دي الفكرة كلها تمام فممكن نعرف ايه امت دور على الكمبلكيشن او او بدور على الكمبلكيشن كلها دي مثلا امت بعمل لاب مثلا يعني اعمل اس جي كلها دي اعمل كده كلها دي هو مبدئيا مبدئيا عين الهايبر تينشن لو العين انت هو جيد لك دروباتي لسه في البداية ومش مع اي ديزيز ولا اي حاجة فيه روتين بتتعمل انت بتعمله اس جي بتعمله كرياتينين بتعمله يوريانيس بتعمله وليبت بروفايل حاجة ده كله بتتعامل في الأول لقيت مثلا ان فيه ان البيشنط دوت عنده مثلا لفت فينتر كرهايبرات روف وبدأ فيه ريسك فاكتور ان البيشنط دوت يمكن يدخل في المستبل في اسكمي كارتر ديزيز فمهم كل سنة مثلا يجي لك تعمل له مثلا استجي وتشوف وتشوف بربما السيمتوم لو البيشنط دوت مثلا بيحصل له شيستبين مع المشي مثلا مع المجهود والكلام دوت اه ده البيشنط دوت هيدخل في انجاينة تبدأ تدي بقى ايه بيتابلوكر عشان موضوع الانجاينة تدي نيتريتس وهكذا فبالتالي كل السنة كل فترة لازم تعمل له منوترينج للحاجات ده كلها الريان فونكشن والأسي جي تعمل له أسي جي وهكذا لان هو فيه كومبيوكيشن بتحصل ودي ورده تحصل مع اي حد اوكي تمام اوزنت لي المعلوم لكن هو ما فيش يعني مثلا نقدرش اقول لك كل ستة شهور اعمل له ريان فونكشن وهو ممكن عيان يحصل له بسرعة عن عيان تاني لكن جاستن انت بتشوف على حسب السيمتوم عيان جايين لك مثلا وهيبرتنشن وجالك بعد السنة يكشف عندك تاني يقول لك يا دكتور ده بيحصل لي شي ستبين مع المجهود اوه ده انت دخلت في أنجاينة ابدأ بقى ايه اعمل منوترينج الحاجة تانية وهكذا تبين مع المجهود في العيان تمام طب ممكن يا دكتور بس لو انا الوقت في طوارق انا دكتور انتهاز مثلا في طوارق وقابلت مريض وستطيله لقى الضغطه عالي هو بيقول من شكل الضغط للبيشن تكون ريلاكس الحاجات ده كلها ما بتبقاش متوفر يعني انا دلوقتي يعني المكان ده ببقى متوفر في الحاجات دي ولا بيبقى يعني امتى اخو قرار ان ده هايبرتنسيف مثلا عيان ده هايبرتنسيف هو الطوارق عادة مش حالة هايبرتنسيف عيان اللي هيجلت عشان يقص ضغطه كده بس هيتمش كده هو ماشي مثلا مع زوجته وكتعه معد عيك في الطوارق دوت دوت هتقول له هتعالى تاني يوم العيادة يعني عشان يرتاح ويزبط لكن هو الطوارق يعني في حاجة يعني لو عين مثلا ضغطه 180 على 120 خلاص دوت هيتعالج في الطوارق غير كده تقول له روح مش مش شغل طوارق ده ده شغل عيادة ويجاب في العيادة تزبطه الضغط يعني انت في الطوارق لو شوف تعيين مثلا 160 مثلا أو 150 وهو already chronic hypertension خلاص يروح العيادة يزبط ضغطه يعني عشان ما يحصلش overcrowding في الطوارق هتسحم الطوارق عليك على الفاضي طب لو اكبر 100 مثلا 180 180 110 لا طبعا 180 120 فما فوق لازم تشوف هل هو emergency ولا urgency وزي ما قلنا تفرق بين الاثنين في اندورجان دمج ولا لو ما فيش اندورجان دمج تبدأ تدي تريتمون في استخدام الاس بيقول انتخد sublingual هو بيقوله ان اللي بتصنع في مصر يعني او او اس inhibit aura اه انا 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 بدي مثلا وبينزل الضغط مثلا 20 او 30 درجة مثلا وفي حالات برضو بيكون فيها urgency وبينزل فيها الضغط فهل ده يعني روت مشتحب اللي نستخدمه ولا ولا لازم نستخدمه oral بياخد وقت اطوب وقت لما يبدأ مفعول يعني مثلا بياخد وطالما ما فيش اندورجان دمج ما فيش جلج لكن مشكلة كلها لو في اندورجان عين دخلك مثلا بما اي عين دخلك بانكفال عين دخلك بريتنا هيموريج لا دوت مش هي الاسنهيبتور مش هماش تنفع مع الموضوع دوت لازم ندي اجريسيف تريتنت يعني نكاردبين ولا اي حاجة طبقا للأبروتش يعني طبقا للديزيز اللي عنده الاسنهيبتور دوت سواء أورال أو سواء سابلينجول التأثير مش هييفر كتير يعني وقت سابلينجول طبعا كاروت يعني أسرع للأبزوربش وكده لكن برضو استيلي يعني مش هتفرق كتير قوي مع بيش انت معندوش الاندورجن دامج انت كده كده عايز تقلل الضغط 25% من 24 ساعة معك وقت يعني أوك تمام طبيب لو لو أنا معاي عيان هايبرتنس مثلا في الاندورجن دامج مثلا في أو في يعني في حاجة بتقول إن في سينس بروبلم يعني إيه الفريست معاي اللي أنا بدأ أختار يعني أو أبدأ أتعامل معاي بحيس اللي أنا برضو موجود في مثلا في مكان مركز طبي أو حاجة مش موهلة اللي هتتعامل كعناية أو نبدأ اللي أنا هتدي له اي في تريتمين هو مبدئيا انت مش هتقدر تدي حاجة زي نايترو السايد والكلام دوت إلا في العناية عشان بتعمل المنترينج لأ أكتر من حاجة فإنت لو هتدي مثلا تدي حاجة سيف تدي الاسنهيبتر وكده وكده وتبعت على العناية مش هتقدر تتصرف معاه في مكان مفوش ICU لأن انت عايز ICU عايز تعمل سي تي عايز تشوف هل في ستروف ولا لا عايز نايتريتز بواجعين ممكن تتعاطف لو في خاصة لو البشينت عنده acute coronal syndrome ممكن تدي نايتريتز عادي هي الفكرة بس المشكلة كلها في لو في مثلا stroke وانت قللت الضغط هتزود الاريا بتاعت الانفاركشن لذلك التعامل مع البشينت اللي عنده هايبر لازم الاول تعمله كامل تشوف هل في فعلا تنميل هل في نقصة في الاحساس في جزء من جسم ولا حاجة زي كده شوك ان في stroke لا ده مش بتاعتك بقى تروح بقى يعمل CT ونشوف اين موضوع بعد كده نشوف هنعمل ازاي طيب ممكن برضو أسأل المتخص الجزء لو لو دراوزنس او او وانا مش ادر اعمله نيرولوجيكا الاجزاميناشن مثلا هو يقول لي في الحتة دي مثلا فات عمين للحتة دي نص الشمال مثلا مش ادر احرقه او ضعف بخلاف مثلا موضوع التون مثلا انا ادر اشوف المصل التون او اي حاجة ممكن انا افرق بها وقول ده نيرولوجيكا لان لا هو بص عشان تفرق وكده لازم الفيزيكي الاجزام تعمل الفيزيكي الاجزام وزي الفل وكل حاجة بيش انت بدأ رسبوند معاك ماشي بيقول لك انه عندي في مشكلة موتر بروبلم ولا ماشي بيش انت مش بيرد عليك اساسا خلاص اعمله انت هتعرف ازاي اخد بقى عارف الفل واحيانا الفيزيكي الاجزام مش بيفرق وبالتالي لازم مش احيانا ده على طول يعني لازم تعمل سيتي طيب ده معناه ان اي اي عيام بيخش لمسلا في هايبر تنس مسلا لازم اعمله على حسب البيشانت لو فاي معاك ومفيش اي نيرولوجيك خلاص لكن لو البيشانت مسلا كونفيوز لا عمله سيتي امن نفسك ماهو قد يكون فيه ستروك ولا حاجة ماهو الاسي جي ده نازم بمانداتري الاسي جي بيتعامل دايما عشان لو في بس هو على حسب يعني بيش هتنعنوش ستبين ومفيش حتى ديبيتس عشان نقول مثلا ان فيه مسكد مثلا اما اي ولا حاجة خلاص ممكن بتعملش اسي جي ورد كل بيش للظروف طيب بالنسبة لحالات الكدني فيلي مثلا لو في مثلا اه لو في مثلا اكيوت كود كدني انجري بفي هيماتوريا في بروتينوريا يعني هو يعني الهايبرتينشن بعمل ده وال والفيلير برضو بعمل هايبرتينشن فامت مثلا اعمل مثلا منترينج الكرياتين او اللي انا هايبرتينشن يعني حاجة شكلي كده مثلا لازم مثلا في الحالة دي نعمل او ما اعمل شي لان بيجلع يعني دي عادة اي بيش معايا هايبرتينشن لازم كل شوية كل سنة مثلا حاجة خاصة لو بيش ماشى اس انهيبتور لازم تعمل كرياتين ولازم كل شوية عشان شوف لو في بروتينوريا ولا لا دخل في بروتينوريا بدلا بيش انتبق اي حصل تبدأ تعمل تزبط الضغطة اكتر شوف هل في دايابيتس ولا لا احيانا دايابيتس بيعمل دايابيتك في نفروباسي كل ده يعني تمام بالنسبة بالعلاقة بالبروفرال الاديمة اللي بتاقة موجودة وانت قلتلي لازم نعمل يورين عشان نشوف هي بروتينوريا او لا لو ما فيش بروتينوريا ودي بروفرال الاديمة وبتيجي من لان لو في لونج ستندنج احب يفضل فترات طويلة على الرجله وبتبدأ اللي هتورم بسبب اللي هتورم هل اللي انا الجأ اللي انا غير العلاج ولا انا مثلا اقول له ما تقفش فترات طويلة على حسب يعني لو البيشنت اساسا ماشي على اس انهيبتور ممكن يمشي على اس انهيبتور وكويس خلاص يمشي على اس انهيبتور لكن لو البيشنت مثلا انا ضيف له الكلس انهيبتور عشان البيشنت لما بيبع اس انهيبتور بس مش بيتحسن لا انا ممكن استحمل اليديمة بس مش استحمل الكمplications اللي هي تاعة الهاي بلد برشن فعلى حسب البيشنت يعني مثلا لو البيشنت هيمشي على علاج واحد وهيبكويس خلاص اكفر على الكلس انهيبتور ودي اس انهيبتور ادي بيتا بلوكور لكن لو البيشنت مثلا اخذ الاس انهيبتور وضيف الكلس انهيبتور وضيف لتحسن بلد برشن لا ساعتها بد لازم تتكمل على الكلس بلوكور ما ينفعش تسيب اعلى ما ينفعش انزل منه الاقل يعني انا لو وصلت مسلا الكمبانيشن سري او لا مش هينفع طبعا مش هينفع الا لو ممكن تنزل مرة طيب لقيت ضغطه لسه علي تاني رجع تاني علي تاني لا ساعتها لازم تبا بيه الهايبرتنشن طيب بالنسبة لليفستال موديفكيشن اللي انا قدر اعمله مع عيان الهايبرتنشن مثلا هو مش اوبيد مثلا هو مثلا ضيابتك وهي بر تنزل هل لو انا قدرت حسن اللايف موديفكيشن يقدر نزل مثلا الضغط وانزل من لاين للاين او طبعا ممكن طبعا لو البيشنت ازبط بتاعه داش دايت واتلوس اكسرسايز قال للسوديم في الضايت والكلام بقوله دوت ممكن بدلا ما بياخد 2 drugs هياخد 1 drug ونفس الوقت وزي ما بيقولك عيان الهايبرتنشن كل شوية لازم ييزدخ كل شهر شهرين لازم يتابع منفعش يسيب نفسه بالنسبة للمسال المريض ضغط وسكر وبقاله فترة طويلة يعني بقاله مثلا 20 سنة ومسال الوقت ماشي بانسولين وماشي على مثلا على الثلاثة من الهايبرتنشن اي اللي انا ممكن يعني اي اللي انا ممكن انصحه بي او اقوله يعني بحس اللي هو بقى اقل من 140 لان انا غالبا ما بشوفش ضغط 140 على طول يبقى 150 و160 حتى بالتريكمنت السلاسي هو البيش انت ممكن يزود الجرعات يعني ممكن بعد كل ده نزود له الجرعات ثلاثة دوية ويزود ياخد اعلى لمت من دوية دي من الحد مين هو ممكن ابحس عن سبب حاجة هو ممكن بس هو البيش اللي هو سنه كبير عادة ببرايمر هيبرتنشن مش هيبه ساكندر يعني عادة يعني مش هيبه ساكندر هيبرتنشن هو برضه ممكن يعني انت لو قست الرينين والحاجات دي هكيد ممكن يكون برضه بس خد بالك برضه لو عمل يعمل لابد بروفين غالبا هيبقى فيه هايبر كوليستروليميا فده برضه ممكن تكون معالية الضغط عنده فلو ظبط الكوليسترول عنده الضغط بينزل شوية وخد بالك برضه ان اي بيش انت ضيابيتس اكتر من 45 سنة لازم يمشي على ستتتن اي بيش انت بيش اكتر من 45 سنة حتى لو مفيش ضغط بيمشي على ستتتن عشان بيقلل كارديو فسكولر من الضغط فدي معلومة برضه خليقوا عارفين اوكي تمام اخر حاجة اخر سؤالي انا نتعبتك انا مع دكتور بالنسبة للي سموكينج انت قلت اللي يعني هو بيأثر من اهم العوامل اللي بتعلي الضغط اول هو الفكرة الفكرة ان النيكوتين نفسه قال لك ان ده فازو دايليتروم ماتيريال فبالتالي مش بيعلي الضغط وفي نفس الوقت قال لك مش بيقلل هو ملوش تأثير يعني يعني مشكلة بتدقى بسبب هو عادة احنا بنقلل كده 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 احنا بتكلم بتكلم يقول السموكينج ملوش علاقة بالهايبر لكن ليه علاقة بالأكيوت كوروينيري سندروم لانه بيعمل أثر سكوليروز لبلود فيزيل ليه علاقة باللنج كانسر وحاجات ثانية مصاب كتيرة يعني كده كده اللي بيدخن هنقول بطل التدخين عشان أسباب تانية لكن مش عشان الضغط دي الفكرة كلها يعني من كلام هي معلومة يعني كده كده هنخليه بطل التدخين بس زي موطيلك مش عشان نقلل الضغط لأ عشان نمنع الـ نمنع الأسر سكوليروز بلود فيزيلز انت هتقول لي طب ما الأسر سكوليروز بيرفع الضغط ماشي بس هو النيكوتين بيقلل الضغط هي هما فلما عملوا زي موط دراستهم هو المعلومة دي مكتوبة في معادلة أمريكية مش عارف هما كدبينها كده قالك ان النيكوتين بيقلل الضغط وفي نفس الوقت بيعمل أسر سكوليروز فالتأثير متعادر على البراد برشر تماما دكتور تمام الموساط المعلومة تمام تمام السلام لنا رب شكرا شكرا في أي سؤال ثاني ولا نختم ونخلص دكتور لو سمحتك عندي سؤال تفضل استخدامت بطاطي إعادة امتصاص السيروتيني الانتقائية اللي تستخدم للعلاج الاكتئاب والقلق هي كمان بتزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم السري ولا السنري بس السنري بترفع الضغط سيروتونين نور ابنفرين رياب تكتور هي بترفع الضغط لكن السري لا اوكي اعتقدت نعافية اه فالسنري اه بترفع الضغط لان هي بتعمل رياب تكتور للنور ابنفرين فالنور ابنفرين طبعا كاتيكولابين بيرفع الضغط لكن السري لا ملوش على خص خطي أي سئلة ثانية يا جمعة إن شاء الله دمتور بيستمحتاجين الأبروتش بتاعها حضر لك أن تقرأ منه أو كده خلاص إن شاء الله هنزلله خلاص إن شاء الله هنزلله النهاردة إن شاء الله على سطح متعتي على الفيسبوك وقرأوه على الفيسبوك إن شاء الله وشكرا جزيلا لكم نلقاكم في موضوع آخر إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا الله يزيح خير الله يخليك ربنا يكرمكم مع السلام